قليلون توقعوا هذا من قبل استفتاء على استقلال سكوتلندا عن المملكة المتحدة أو بقائها فيها نتيجة الاستفتاء قد تؤثر على مواطني المملكة جميعا بدأت حملات الفريقين قبل اليوم بفترة وكثيرا محتدم فيها الجدل إعلانات في الصحف ولوحات في الشوارع لم يكن هناك حد أعلى للإنفاق لكن ذلك يبدأ تطبيقه اليوم ما يعنينا بشكل خاص هو أن تسير عملية الاقتراع بشكل جيد وتكون المناقشات محترمة يلتزم الناس فيها بالقواعد مما يجعل الناخبين يقبلون على الاقتراع في الثامن عشر من أيلول سبتمبر وهم مطمئنون إلى نزاهة العملية والمسموح لهم بالتصويت هم السكوتلنديون المسجلون للتصويت في سكوتلندا فيما يحضر على السكوتلنديين المقيمين في بقية مكونات المملكة المتحدة أي إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية التصويت في الاستفتاء وقد خفضت سن التصويت إلى السادسة عشر تقدمت عشرات الأحزاب والمنظمات بالتسجيل في مفوضية الانتخابات وهي منذ اليوم وحتى الاقتراع بعد ستة عشر أسبوعا ملزمة باحترام قواعد المفوضية من توضيح مصادر التمويل وأوجه إنفاق ملزمة باحترام قواعد المفوضية من توضيح مصادر التمويل ملزمة باحترام قواعد المفوضية من توضيح مصادر التمويل